السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ سنة التالية عدد مسلك عربي مرحبا بكم في تصحيح هذا النموذج للامتحان المحلي لمادة علوم الحياة والأرض إذن الفقرة الأولى استرداد المعارف املأ الجدول أسفله بما يناسب التمر الأول المصطلح تعريفه إذن هذا الجدول هذا كل مصطلح ندر له التعريف دياله أو لكل تعريف ندر له المصطلح المناسب له إذن الهضم ما هو تعريف الهضم الهضم عبارة عن عمليات ميكانيكية وكيميائية ستعرض لها الأغذية للحصول على قيد تعريف جد بسيط الهضم عبارة عن عمليات ميكانيكية وكيميائية تتعرض لها الأغذية للحصول على قيد المهم ثم أكملوها للحصول على قيد سائل هضمي يحتوي على أنزيمات هضمية شي حاجة تعريف ديالها سائل هضمية يحتوي على أنزيمات هضمية عصارة هضمية كان عصارة الفاموية والعصارة المعيدية والعصارة إلى غير ذلك عصارة هضمية تفقين الخضاب الدموي ما هو تعريف الخضاب الدموي الخضاب الدموي عبارة عن بروتين يعطي الدم لونه الأحمر دوره أو لا مهم دوره يمكن من نقل الغازات التنفسية ضيجة شفتوها في الكور التنفسية السي أودو وأودو مرض ناتج عن نقص أو سوء في التغذية ما هو اسمه شنو هو هذا اللي كنسميه إحنا في التعريف دياله مرض ناتج عن نقص أو سوء في التغذية طبيعة الحال فاقة غدائية تفقين املأ الفراغ بما يناسب تمرين تاني الدهنيات زائد شي حاجة بوجود الماء و 37 درجة حرارة كتعطي شي حاجة زائد شي حاجة إذن ها الدهنيات هادي بمعنى هناش نخصني يكون عندي يكون عندي واحد الأنزيم داك الأنزيم اللي كيدير لها دهنيات أشنو سميتو سميتو لباس لباس في دورو 37 دقري ووجود الماء شنو كي أعطيني الدهنيات شنو من نواتيج ديال الدهنيات نواتيج الدهنيات هي أحمد دهنية أحمد دهنية وغليسيرول زائد غليسيرول تفقين شي حاجة زائد أودو كتعطيني الطاقة زائد شي حاجة زائد شي حاجة دونك شنو هي هادي اللي زائد الأكسجين باش كتعطيني الطاقة إما كنقول مواد القيت أو كنقول الغليكوز أو لا نقدر نكتبهم حتى بجور الغليكوز زائد أودو يعطي طاقة زائد الصي أودو زائد أشدوزو يعني الماء أو لا نكتب نيشان زائد الماء زائد أشدوزو وفضلات نتفقين إذن السؤال الثلاثة الخضاب دموي زائد أودو يتحول إلى خضاب أكسجيني خضاب أكسجيني أشبه أودو الرمز ديره أشبه أودو أكسيموغلوبين باللغة الفرنسية إما الخضاب الأكسجيني يتحول خضاب دموي زائد أدو أو خضاب دموي زائد أدو يتحول إلى خضاب أكسجيني إذا حسب منك يرتبط الأكسجين تنعي الأكسجين مع أشبه مع الليموغلوبين مع الخضاب دموي تمرين الثالث أجيب بصحيح أو خطأ على الاقتراحات التالية متحر سهل أنتم لا تبقوا تصعبوا الحاجة ينتج تدخم الغضة الدرقية عن نقص في اليود صحيح أم خطأ طبيعة الحال صحيح النقص في اليود هو اللي يعطينا تدخم الغضة الدرقية ذلك اللي تكون تحت العنق تتواجد الكوريات الحمراء في الدم بعدد أكبر من الكوريات البيضاء نعم صحيح لأن الكوريات البيضاء بالإضافة بالإضافة للصفحات الدموية بحركة يشكلوا تقريبا 1% أما الكوريات الحمراء فكتشكلية 45% إذن صحيح ينتج الهزان القتياتي عن نقص في الفيتامينات خطأ لأن الهزان القتياتي خطأ لأن الهزان القتياتي ناتج عن نقص المواد الطاقية السكريات والدهنيات تعتبر مساحة التماس الكبيرة على مستوى الأصناق الرئاوية من أهم العوامل التي تسهل التبادلات الغازية التنفسيا نعم صحيح ثانيا استثمار المعطايات وتوظف المكتسابات فقرة الثانية التمرين الأول يمثل جدوى الوثيقة 1 مجموعة الأغذية التي تناولتها مرأة حامل خلال 24 ساعة وجدوى الوثيقة جوج هذه الوثيقة 1 وهذه الوثيقة جوج وجدوى الوثيقة جوج مجموعة مكونات هذه الأغذية هنا كينين وجدوى الوثيقة جوج مجموعة مكونات هذه الأغذية إذن حدد ما يمثله مجموعة الأغذية المتناولة من طرف المرأة الحامل خلال 24 ساعة حدد ما يمثله مجموعة الأغذية المتناولة من طرف المرأة من تسمع خلال 24 ساعة مجموعة الأرضية التي تناولها لأحد المرأة أو لأحد الشخص خلال 24 ساعة ما يتبادل لدهنك؟ طبيعة الحال يتبادل لدهنك كلتا غدائية ما هي؟ هي عبارة عن كلتا غدائية كلتا غدائية هي مجموعة الأغذية التي تناولها لأحد الشخص معين خلال 24 ساعة في يومين كامل يعني هو مجموعة الواجبات التي تناول أحسب الإمداد الطاقي التي توفرها مجموعة الأغذية المتناولة من طرف هذه المرأة هذه الأغذية التي تناولت هذه المرأة لأحد الإمداد الطاقي والإمداد الطاقي يجب أن تحسبه أرجع الواثقة التي لدينا به الغرض الواثقة هي البروتيدات دهنيات سكرية هذا هو ما الذي يهمنا؟ ما الذي يهمنا؟ ما الذي يهمنا؟ بروتيدات دهنيات سكرية ما حال تناولت البروتيدات؟ تناولت 78.71 نرى ورقة 78.71 78.71 جرام انا كنعرف ان 1 جرام 1 جرام كنعرف انه يمثل 17 كيلو جول اذا هذا يمثله 1 اكس ذاك اكس ذاك اكس هادف هادى تساوي هادف هادى بمعنى كينلاع يقول لي اكس تساوي 78.71 مضربة في 17 لا ما تقيل عاد كديرنا ما كديرنا انا كنحاول نوضح اكثر كنقول هادى هادف هادى تساوي هادف هادى بمعنى بمعنى تمامين جاية هذه العملية مكاين اي حاجة تساوي نفسها اذا ماذا تساوي هذه العملية 78.71 نوقف الفيديو تساوي 1338.07 بالنسبة لي ما زال ما عارش كيف نحسبه رجعوا المثال الثانى المثال الثانى المثال الثانى الدهنيات الدهنيات ما حال عندي عندي 70.3 عندي 70.3 30 ما عارفش انا شحل فيها من كيلوجول تساوي اكس 1 كيلوجول ما عارش انا شحل فيها ديال الطاقة ولكن اللي عارف هو ان واحد جرام ديال الدهنيات كي يعطيني ماشي 17 38 دهنيات فيها 38 الاخرين 17 17 البروتيدات والسكريات اما الدهنيات 38 كيلوجول طريقة تولاتية طريقة تولاتية هادف هادى تساوي هادف هادى شعر وغا 38 مضروبة فسبعين فصيلة ثلاثة تساوي اكس مضروب فواحد مضروب فواحد اذا هادى اكس هادى مضروب فواحد كنحايد carte predominant من x كانت voix Keeping 38 مضروبة بعض مشامل احد ترصد من دربة في سبعين فاصلة الثلاثة اظن رأيكم اعرفتوها من جاي ونحسب حالة يخرج للعدد اذا نحسب على الدرجة اذا كتساوي 2671.4 كيلوجول بنفس الطريقة نحسب السكريات السكريات حتى هم مدير محل بروتيدات عندهم واحد غرام كي يعطينا 17 كيلوجول بنفس الطريقة نخرجه اذا كي لا نطول عليكم اعطيتكم الميطود و جاوبت على كل واحد يحل فيه السكريات هم القيمة الطاقية بروتيدات هم القيمة الطاقية و دونيات هم القيمة الطاقية و احاولت افهم ذلك اعتبرتهم ان هذا اوان و هدو هذا يعني انيرجي واحد انيرجي طاقة واحد طاقة جوش طاقة ثلاثة او توطال مجموعة الطاقة اللي عندي هنا هو اوان زايد اوضو زايد اوطروا باش نجمع هذا زايد إذا تمثل وثقة ثلاثة الحاجية الغذائية اليومية عند المرأة في حالتين فيزيولوجيتين مختلفة المرأة عادية مرأة حامل بالاعتماد على الوثقة ثلاثة قارن الإمداد الطاقي الذي تحصل عليه المرأة الحامل من الأغذية التي تناولتها سابقا مع حاجيتها اليومية من الطاقة سوف نحتاج هذا المجموع لكي تقارن الإمداد الطاقي لأي شخص من الأغذية التي تناولتها مع الأغذية مع الواقع فضروري يجب أن تجمع التوطال لكي تعرف كيف أكثر أو أقل إذا المطلوب مننا هو أن نقارن الإمداد الطاقي التي تحصل عليه المرأة الحامل من الأغذية التي تناولتها يعني الإمداد الطاقي هذا زي هذا زي هذا سابقا مع حاجيتها اليومية من الطاقة فين هم الحاجيت اليومية الحاجيات من الكالسيوم الحاجيات من الحديد الحاجيات من البروتيدات هم الحاجيات الطاقية لا يوجد غرض بهذه لا يوجد غرض بمرأة عادية لا يوجد غرض بمرأة حاملة تحتاج 9500 كيلو جول انا ما لقيت 8054.96 اذا هذا كبير من هذا ما تحتاجه من ما تناولد اذا كمقارنة الامداد الطاقي الامداد الطاقي الذي تحصل عليه المرأة الحامل وانتم اكتبوا المرأة الحامل لن نطول الفيديو الذي تحصل عليه المرأة الحامل اقل من الاغذية اقل من حاجياتها من حاجياتها من حاجياتها اليومية من الطاقة هذه المقارنة قارن كمية البروتيتات المتناولة من طرف المرأة الحامل مع حاجياتها اليومية من البروتيتات كمية البروتيتات هذه الحاجيات من البروتيتات من 70 إلى 80 ولكن كمية المرأة الحامل المرأة الحامل المرأة الحامل تناولت ما بين 70 الحاجيات من 70 إلى 80 هذه الحاجيات من 70 إلى 80 مرأة الحامل لكن ما هي حاجة تناولت؟ هنا ماذا هي حاجة تناولت؟ ما هي البروتيتات؟ مرأة الحامل والبوتيتات 78.71 الان قالوا لنا انه هاتك هو النورمال الذي يخصى تناول من 70 إلى 80 يعني اذا كان 78.71 مرأة الحامل وعندما نقول في هذه المقارنة سنقول كأنه كمية البروتيدات المتناولة من طرف المرأة الحامل تساوي تقريبا حاجياتها اليومية من البروتيدات. كمية البروتيدات المتناولة من طرف المرأة الحامل تساوي تقريبا حاجياتها اليومية من البروتيدات ماذا تستنتج بعدما قارننا الطاقة اللي حصلت عليها مع الطاقة اللي خصتها تكون عندها فشنو كنستنجو ماذا تستنتج نستنتج أن الأغذية التي تناولتها المرأة الحامل غير كافية من الناحية الطاقية. الأغذية المهمة نقولها شفاوية. نستنتج أن الأغذية التي تناولتها المرأة الحامل غير كافية من الناحية الطاقية. انتم مكتبوها عندكم. علاج غير كافية لأن الحاجيات الطاقية هي 9500 ولكن ثانية تناولة تغيير 8050 سمحوا لي أن أقرأ غير من الشاشة إذن با مادة تستنتيج مادة تستنتيج بالنسبة للسؤال الرابعة قبل أن جاوبنا على مادة تستنتيج بالنسبة للسؤال ثلاثة الذي كان أن هذه الكمية أقل من يعني لا تستطيع أن تلبي لها الحاجات أما هنا مادة تستنتيج بما أن كمية البروتيتات المتناولة من طرف المرأة الحامل تساوي تقريبا حاجيتها اليومية من البروتيتات إذن ما سنستنتيجه سنستنتيج أنّا كمية البروتيتات التي تناولتها المرأة الحامل تلبي كمية البروتيتات التي تناولتها المرأة الحامل تلبي حاجيتها اليومية من البروتيتات نفهم؟ السؤال الخمسة من خلال ما سبق وبالاعتماد على مكتساباتك فسر دور البروتيدات وأهميتها بالنسبة للمرأة الحامل بالاعتماد على المكتسابات كيف يبنكم بالنسبة للبروتيدات بروتيدات دي جقرنا أنها من الأغذية البنائية أو البانية إذن كيف تدور ديالها البروتيدات للبروتيدات دور بنائي بالنسبة للمرأة الحاملة أشنغذرها فالدور البنائي تمكن عامة تمكن من النمو في هذه الحالة في هذه الحالة يعني في الحالة اللي عندنا عند المرأة الحامل كتستعملها للبروتيدات شنو غدين الدور ديالهم بالنسبة للمرأة الحامل في هذه الحالة تساهم في نموي الجنين طبعية الحالة ده المرأة الحامل تمثل الوثقة الرابعة مجموعة من الوظائف الحيوية التي تحدث داخل جسم الإنسان إذن هذه الوثقة الرابعة سنخ رئاوي عرق دموي قلب عرق دموي كذلك معي دقيق وهذا وفي الأخير عضو اللي هو عبارة عن عضرة الظاهرة A B C هذا هو دواهر اللي يحطيه هنا على مستوى الوثقة هذه على ماذا تدل الأسهم المرقمة في الوثقة من واحد حتى الاثناش السهم واحد على ماذا يدل فين عندي واحد واحد هو هذا إذن على ماذا يدل هذا شنو كيكون فيه كيكون فيه دخول الأكسجين إذن على ماذا يدل هذا السهم واحد يدل على هواء مستنشق غني بماذا؟ غني بأودو بالأكسجين إذن على ماذا يدل السهم جوجه السهم جوجه هو هذا خارج من السينخ الرئاوي إذا خارج من السينخ الرئاوي إذن ماذا هو؟ هو هواء هواء الزافير هواء الزافير لكي يكون غني كي ندخل الأكسجين وكي نخرجه السيودو غني بالسيودو غني بتنائي أكسيد الكربون على ماذا يدل السهم ثلاثة السهم الثلاثة في نوهه هذا خارج من هنا خارج من الشعير الدموي خارج من العرق الدموي إذا نعلمه كذا اذا كان خارج وديزل عن السنخ الرئوي إذا ما يأخذ له؟ يعطيه CO2 يدل السهم ثلاثة على مرور مرور CO2 يدول CO2 من شعير الدموي للسنخ الرئوي لكي يخرج الـ CO2 مع هواء الزافير على ما يدل السهم الربعة يدل على مرور أدو مرور تنائي الأكسيجين كي يجيني عبر الهواء المستنشق ويدخل للشعراء الدموية أو للعرق الدموي على ما يدل السهم رقم خمسة في نوع خمسة خمسة هو هذا السهم دياله هو هذا لا أعرف كيف يبان لكم السهم هو هذا في وسط الشعراء الدموية إذا ما يدل السهم رقم خمسة دم غاني بأودو لأن الأودو خداها من هنا من السهم الرقم الرابعة وجادت هنا مشاهدت في شعراء الدموية إذا دم غاني بأودو لأنه جابها من هواء الشاهق على مدى يدل السهم رقم السستة السستة هي هذه والسهم دياله هو هذا جاي من هنا إذا هذا اللي جاي من هنا معد من جاي جاي معد الأعضاء إذا باش هيكون غاني إذا هو عبارة عن دم غاني بأودو لأنه جاي بأودو عند الأعضاء إذا سبعة السهم سبعة على مدى يدل السهم سبعة هنا هي سبعة سبعة هي هذه معي دقيق هذا معي دقيق والسهم سبعة هو هذا إذا علامة كيدل السهم سبعة هذا اللي كيكونوا في المعي الدقيق شنو هما شنو هما شنو هما اللي كيتمشوا في المعي الدقيق باش من بعد يدوزوا يدوزوا للشعراء الدموية شنو هما مواد القيت مواد القيت مرور مواد القيت من المعي الدقيق طبيعة الحال إلى العرق الدموي أو الشعيراء الدموية السهم رقم تسعود على ماذا يدل السهم رقم تسعود في نوى تسعود تمانية سبعة تسعود هو هذا السهم تسعود وهذا اللي يجيني من هنا إذا علامة كيدل دم غاني بأودو ومواد القيت لأنه فين غاي يمشي من بعد يمشي عند هذا الأعضاء دم غاني بأودو ومواد القيت على ماذا يدل السهم رقم عشرة هذا عشرة هذا اللي عندي من هنا جاي من هذا الدم اللي كان غاني بمواد القيت وأودو السهم عشرة جاي من هذا العرق اللي كان فيه هذا الدم هذا إذا علامة كيدل مرور أودو ومواد القيت يدل على مرور أودو ومواد القيت تفقين السهم رقم 11 على ماذا يدل مرور السي أودو والفضلات هذا لأنه تطرحهم هذه العضلة هذين أو هذا العضو هذا كما كان نوع دياله وكتب لكم هنا عضو إذا شيء حاجة كدوز من عند الخلايا على عند الدم أو كدوز من عند الأعضاء على عند الدم ماذا نسميها؟ مرور السي أودو مرور السي أودو والفضلات على مدى يدل السهم رقم 12 12 هو هذا اللي طالع الفوق إذا كان هنا المرور السي أودو مواد القيت يدخل الدم وفيش يدخل الدم فينا يمشي لا يبقى حابس هنا يمشي السهم 12 هو أن هذه الفضلات والسي أودو سنطلعوا هنا كي يمشيوا ويعودوا يوصلوا إلى هنا ويخرجوا مع الإكسبيغاسيو مع الزافير متفقين؟ إذا السهم رقم 12 يدل على دم غني بسي أودو دم غني بسي أودو ومواد القيت متفقين؟ إنه اسم الظواهر بينما في الوثيق 4 .. إذا الظاهرة a في أنظمة مبينة مبين الشعيرة الدممية ومبين مبين السنخ الرئوي والشعيرة الدموي إذا ما هي المساحة التي ت تسمي؟ المساحة تبادل الغازية الظاهرة تبادل الغازية التنفسي التبادل الغازية التنفسي بين الصنخ الرئوي بطبيعة الحال والشعر الدموي الظاهرة B ما هي الظاهرة B؟ ما هي كائن؟ كائن معي دقيق و كائن شعر الدموي و كائن تبادل بين معي الدقيق و شعر الدموي ما هي؟ ما هي تسميها؟ الامتصاص المعاوي الظاهرة C الظاهرة C هي هذه وهذا ما يحدث بين الأعضاء و الدم أو الشعر الدموي ما هي تسميه؟ طرح الصيودو و الطرح الليديشي و الاستفادة من اللين يتخيمه و الاستفادة من مواد القايت و الاستفادة من الأوضو ما هي نسميه؟ التنفس الخلاوي أو التنفس الخلاوي أو الأكسيداسيو السيلولي تفقين إلى هنا ينتهي هذا الامتحان نتمنى تستفيدوا منه و لا تنسوش بارتاجوا القناة مع أصحابكم باش يستفدوا حتى هما و ان شاء الله نستمروا في الدورة الثانية نزيدوكم حتى الرياضيات إلا كان شي تفاعل الله يوفقكم و السلام عليكم اشتركوا في القناة